السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجمعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابك تعذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله حب قبل ما أبدأ أقدم تحنئة وأبارك لحبيبتنا أختنا مدام الهام الإبراهيم صحبة قناة منزل الصغير الدافئ الحمد لله رب العالمين ربنا رزقها بمولودة ربنا يا رب يجعلها من أطفال السعادة اللهم أمين يا رب العالمين وربنا يبارك لها فيها وربنا يحفظها وربنا يجعل حياتها كلها سعادة وأفراح اللهم أمين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله وهنبدأ تحضير الفطار بتاعنا زي ما شفتوا كده فطارنا جميل ولزيز وبسيط واقتصادي لدرجة لا تتخيلوها أول حاجة هبدأ بيها هبدأ بالحالة زي ما أنتم عارفين النهاردة هنعمل إيه هنعمل جلي جلي القرز أو جلي الفراولة أي جلي نزلت بما يعادل 3 أو 4 كاسات موية حارة بتغلي بتغلي موية سخنة أيوة حطت فيها 3 حبات جلي 3 حبات جلي هدويبها كويس دائما هتلاقوا معبود تجيب لكم الحاجات البسيطة الحاجات السهلة الحاجات اللي بتتعامل في دقايق تمام كده تمام عند الكسات بتاعتي اللي جيبتها معاكم من محل ابو خمسة عارفين هنتو طبعا هاخد الموز واسمي واتوكل على الله اقشر الموز وابدأ اقطعه في الكسات بتاعتي احنا عندنا البيت كله بياكل الجلي كده مع الموز اللارين ما بتحبش الموز بتقول عليه عجين مش عارف عجين ازاي بس مش مشكلة هنعمل لها واحدة من غير موز بس كده هنا قطعت طبعا قطعت في 3 كسات هقطع في الكسة الرابعة الموز مع الجلي طعمه حلو الجلي يا جماعة من الحلويات الحلوة جدا جدا طبعا لو لاحظت انا ما حطتش سكر هو فيه سكر وفيه كل حاجة فيه جيلاتين وفيه كل حاجة من الحلويات الحلوة اللي بتدي نظارة للوجه حتى في المستشفات ربنا يكفينا ويكفيكم شر المستشفى يا رب هتلاقون بيقدموا مع وجبات المستشفى جلي دليل على ان هو ايه حاجة حيلوية بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده طبعا خلاص هنا الجلي بتاعي جاهز هبدأ اصبه في الكسات وبعدين نحطه على جنب شوية لحد ما يبرد وبعد ما يبرد ندخله التلاجة ساعة ساعتين قولوا على المغرب هيكون ايه هيكون زي الفل ان شاء الله باذن الله عملنا اربع حبات لقى خمسة اللهم صلى على النبي ربنا طرح فيهم البركة وعملت واحدة من غير مزلمين لريم طبعا هنا هنعمل الشربة بتاعتنا النهاردة شربة مميزة جدا جدا عندنا نص كاسة عدس اللي هو الاصفر ده او البرتقالي ونص كاسة عدس ابو جبه ابو جبه اه ابو جبه ابو جبه ده بقى في السربة ما اقول لكوز حكاية ومفيد يعني فوائده الغذائية عالية جدا وفيه الياف وبسم الله ما شاء الله غسلت العدس ده على ده وحطيت شوية موية هنزل بالبصل والجزر والبطاطس والتوم والطماطم اهي بصل جزر بطاطس توم طماطم بس كده بس احط ده كله على النار لحد ما يغلي ويستوي بصه هوريكم المرحلة اللي احنا عايزينها زي ما انتوا شايفين كده دي المرحلة اللي انا محتاجها هنا خلاص هديت النار او طفتها خلص عنه هسيب الغطة مكشوف عشان يبرد وبعدين نبدأ ايه نفرمه بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك الشربة دي بصه تحفة تحفة بكل المعايير والمقاييس هنا هنسمي ونتوكل على الله وبالبتاع ده الخلاط اليدوي او الهند بلند زي ما بقوله هنسمي كده ونبدأ ايه نفرم الشربة بتاعتنا محدش يستغرب ان انا عملت عدسة بوجب عدسة بوجب ده طعمه في الشربة حكاية احسن من العدسة الاصفر مليار مرة وبعدين انا عملت كوكتيل حبة من ده على حبة من ده طبعا اي وصفة يا جماعة انا بنزلها هنا تأكدوا ان انا مجربوها قبل منزلها ان كانت حلوة وجميلة وفعالة بنزلها لكم مزبطت خلاص كسبنا شرف التجربة واخلاص الحمد لله رب العالمين زي ما انتو شايفين كده انا محتاجة نعامه جدا جدا انا محتاجة شربة نعمة جدا يعني بسم الله ومساء الله اللهم بارك جميلة القامدة حلو لو حبيتوا تزودوا كسب ميا عادي ما فيش مشاكل هنا بقى فصين تلاتة اربعة توم شوية شعرية قبلة يد كده شعرية شوية زيت في طواة صغيرة زي ما انتو شايفين كده اشوح الليلة دي كلها وايه ونحطها على شربة العدس بس عايزين لون دهبي زي ما انتو شايفين كده لا احمر غامق ولا ابيض دهبي خيروا الامور الوسط الناس الجميلة العسل السكر اللي بتتفرجوا ناس يالله اكتدينينا لايك مجدع ايوة بسم الله وعلى بركة اللاشواشوية لان الحاجات دي بصوا بتعمل تش وممكن تش يعني دنيا تخرب الله يكتب سلامتنا وسلامتكم يا رب هنا خلاص هخليه اخد غلوة واحدة وبعدين اطفي عليه وحطه على جنب خلصنا التاني حاجة في الفطار بتاعنا النهاردة بصتوا حاجات سهلة وجميلة وبسيطة وبكون سعيدة جدا جدا لما تيجي واحدة تقول لي بناتي بتعلمه منك او انا على طبقة الوصفة الفلانية والله العظيم بتسعدوني جدا 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 ربنا يسعدكم يا رب اللهم امين بسم الله ما شاء الله اللهم بالك كده الشربة بتاعتنا جهزة خلاص نحطها على جنب زي ما انتو شايفين كده طبعا ده بيحصل يعني عند كل الناس على طول ما نستناش بقى نولع النار تاني ويجمد ويمسك والليلة اللي انتو عارفين على طول كده تشا وبالمندير هيطلع معانا زي الفل دي لالناس اللي مش عايزة تتعب على طول اول بول توسخ عندك طبق في الحوض اخسليه على طول مش نيجي على الاخر ونلاقي كوم مواعين لأنا على طول بشتر دي الحشوة اللي احنا هنحشي بها نوع من انواع الفطير هعملو معاكم النهاردة حلو جدا ولزيز جدا واقتصادي جدا عندنا دجاج مفروم دجاج مفروم اه وعندنا جزر وعندنا بصل وعندنا فلفل اخضر تمام دي الحشوة اللي احنا هنحشي بها الفطير اللي انا هعملها معاكم النهاردة في الفطار بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طيب اه وعلب الدرة الدرة اختياري اللي عايز يحطه يحطه اللي مش عايز خلاص عنه فيش مشاكل يعني هو ده مو عندي فخلاص طبعا نروه هنسمي ونتوكل على الله منزل بشوية زيت خلي بالكم الدنيا سهلة هاي سهلة خالص هنزل بالفلفل والبصل والجزر المبشور كل الليلة دي هشوحها كده اقوله خمس دقايق تكت ملح صغيرة عشان ايه عشان يدبل البصل والجزر هشوح الحاجات دي كلها شوية في الزيت كده وبعدين اسمي وتوكل على الله وانزل بالدجاج المفروم اللي عندي تقريبا اقل من نص كلم بسم الله ماشاء الله والخلطة دي ممكن نعملها وانبردها ونعينها في الفريزر للناس اللي ايه اللي مش حابة تعمل خلطات يعني وتتعب نفسها او الحاشوة دي تمام كده تمام هنا خلاص الدجاج دي يعني يعتبر استوى هنزل بالدرة الدرة اخر مرحلة عشان ما يتهرش مني انا محتاجة حبات الدرة تبقى مسكة نفسها مش مهترية الدرة زي ما قلتلكو اختياري اللي عايز يحط الله يحييه اللي مش عايز الله يحييه برضو ربع معلاء من بوهرات المحسنين ربع معلاءة بديل الماجي ربع معلاءة ملح وكمون مع بعض منين بديل الماجي من سوق الثلاث في ناس بيبعوه هناك ستات عسلات كده بيعملوه حاجة كده بصو فخر من الاخر طعم بسم الله ماشاء الله بعشرين ريال البرتمان عندي هنا بقى دي بقى بتودي الحشوة في حتة تانية معلقة قشطة معلقة القشطة دي زي ما قلتلكو بتودي الحشوة في مكان تاني خالص فخامة كده وتبقى طرية وجميلة وبسم الله ماشاء الله اللي مش متوفر عنده قشطة وفي جبنة سيلة يحط معلقة جبنة سيلة عادي اي حاجة بس الطبق وهنا هنقول بسم الله وعلى بركة الله ودي مقادير العجينة بتاعتي او مقادير الفطار اللي انا هعملها عندي نص كيلو دقيق عندي كاسة موية دافية عندي كاسة حليب عندي نص كاسة زيت عندي تلات معلقة سكر عندي معلقة خميرة عندي تلات معالق حليب بودرة اهو انا بقول واحدة واحدة عشان الناس اللي بتقولوا المقادير ومش بنعرف ندخل صندوق الوصف موية كاسة حليب كاسة نص كاسة زيت اه شوية صغيرين خل تلات معالق حليب بودرة ومع ذلك هنقوله هنا بسم الله كاسة موية كاسة حليب الموية في الفطار حلوة جدا بتخليها طرية نص كاسة زيت تلات معالق سكر معالقة خميرة ندوب الليلة دي كلها ببعضها اساسي لازم الخميرة تتدوب مع الحاجات دي واساسي برضو الحليب والمية يكونوا دفين لو كانوا بردين مش هتظبت بما يعادل معلقة خل انا حطيت بالغطى بس انتو حطوا بالمعلقة عادي الخل برضو من الحاجات اللي بتدي العجينة طراوة وبتخلي طعمها حلو ننزل بالتلات معالق حليب بودرة بسم الله ماشاء الله الله ومبارك زي ما انتم شايفين كده طيب اساسي برضو ان انا دوب الحاجات دي كلها كويس جدا تمام كده اخر مرحلة وهي الناس اللي سألتني على دقيق اللي انا بستخدمه انا بستخدم دقيق متعدد الاستعمالات او الاستخدامات اللي هو دي المعجنات العشرة كيلو في محلاته الجملة بخمستاشر ريال خصيصا للمعجنات الفطاير والبيتزا والحاجات دي شفتوا دول بس لحبة الموعين الصغيرين اللي ايه اللي جمعها عندي بعد العجين ادونا لايك عشان انا اللي بخس الموعين كل يوم نعم نعم هنا خلاص خطتها حطتها في العجانة وعجنتها تقريبا عجنتها 6 دقايق اهي زي ما انتم شايفين عجينة جميلة وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك ازبطها انا كده بايدي واسمي وتوكل على الله ربنا يعطينا خيرها يا رب وكفينا شرها شوية زي الصغيرين ندهن الوش نغطيها نحطها في مكان دافي لحد ما تتخمر تعارفين الدنيا عندنا في ابها برد لازم نحطها في مكان دافي اه نحط البتاعة ده هي كده اهو ياخت تحطي احنا ناصينك تحطي فينا اللي مكفينا اه بتاع دي حلوة اوي جميلة نايلة الناصد كده بيجي على طول ايه لتخطيط العجين والحاجات دي سهل ندخل بقى الخلطة بتاعتنا اللي عملناها مع بعض اول حشوة بتاعت الفطير عندي الجبنة دي انا كنت جبتها معاكو اول رمضان بسم الله على بركة اللو بالمبشرة كده وايه ونديها بشر الجبنة طب بتعمل ايه جبنة يا معبود بتديها طعم حلو جدا جدا اللي مش حابب يحطها خلاص عادية فيش مشاكل طب اللي ما عندوش دي وعندو مزدرلة تيجي اجمل واجمل بس انا مش ما كانش عندي مزدرلة اهو دي حلوة جبنة شيدر جميلة حلوة ما شاء الله نقفلها تاني كما كانت ونحطها في علباتها اللي هي مش هدت تدخل فيها مش عارفة زعلانة ليه زعلانة ما ببعض الاتنين ونجحها التلاجة تاني للاستخدامات الاخرة ان شاء الله طبعا مش هخلط حاجة هسيبها زي ما هي كده وهخب بالمعلقة الجبنة مع حشوة الدجاج هنا العجينة بتاعتي يا الله هم صلى على النبي اتخمرت وبقت تمام التمام تقريبا كده خدت 45 دقيقة بسم الله ما شاء الله هسمي وتوكل على الله واعملها قراط بحجم كورة التنس زي ما انتو شايفين كده هي دي هي دي نعمل معاكو كمان واحدة ايه مجدعة كده من عندي يعني شوفوا الناس اللي حتى ما بتعرفش تقطع بس كده اضغطوا عليها تطلع لكو جميلة وحلوة ومتساوية وزي الفل هنقطع طبعا كل الكمية اللي عندي ويغطيها ونسيبها 5-6 دقايق كده لحد ما ترتاح العجينة ونبدأ نشتغل فيها الفطير اللي هعملها معاكو النهاردة بصوا مهما قلت ومهما اتكلمت عنها مش هقولكو على حلوتها يعني لازم انتو تجربوها لازم تجربوها عشان تكتشفوا هنسمي ونتوكل على الله شوية دي صغيرين بما ان العجينة طرية ولينة جدا شوفوا بقى بحطها على الجهة اللي تحت عندنا كاسة عندنا طبق فيه شوية زي الصغيرين بظهر الكاسة كده بسم الله وعلى بركة الله ونضغط على العجينة دي طريقة للناس المبتدئة او اللي مش عارفة ازاي تحشي العجينة زي ما انتو شايفين عملت فيها تاجويف هو ده المطلوب حطيت معلقة من الحشوة اسمي وتوكل على الله وابدأ اقفلها تاني بالطريقة اللي انتو شايفينها دي وبين ايديا الاتنين كده بالراحة بالراحة خالص كده هوت اهي بصوا اسهل منها ما فيش نعمل كمان واحدة مجدعة نعمل كمان واحدة مجدعة زي ما قلتلكم شوية دقيقة عشان العجينة لينا بقلبها الجهة اللي فوق بخلي الجهة اللي تحت هي اللي فوق عشان احنا عايزين الشكل اللي تحت يفضل زي ما هو حلو متناسق وبالقاع بتاع الكاسة كده شوفوا اهو حصل لنا تجويف جميل بسم الله ماشاء الله حطينا قولوا معلقة معلقة ونص عادي ما احنا اللي هنا كلها كش مشاكل يعني بسم الله على بركة الله كل ما كانت مليانة الفطير كل ما طالعت معنا حلو زي ما انتو شايفين كده الناس الجميلة بقى العسل اللي بتتفرجوا الناس يا اللايك تبدينا اللايك ايه مجدعة عملنا اتنين كده بالكاسة طيب انا مش حابة الكاسة ومش فهمة موضوع الكاسة ده بصابعك الاتنين كده وتجويف للداخل زي ما انت شايفة كده اهو بسم الله ماش اسهل منها مفيش برضو اهي ومعلقة من الحشوة لأ زودتي يا معبود زودتي حاجة يلا عادي هتصبت برضو ان شاء الله اهم حاجة نسمي ونتوكل على الله وربنا هيصلح حالنا ان شاء الله برحة ايدي كده بالايدين الاتن وبرضو اهي انا محتاجها تكون دائرية وتكون فيها ارتفاع عارفين مش هبطتها ولا اي حاجة شوية حليب صغيرين صفار بيضة بس بس كده بسم الله ما شاء الله وبالفرشة بتاعتي لازم امزجهم في بعض كويس جدا جدا واسمي وتوكل على الله وابدأ ادهن الفطاير بتاعتي عندي الفرن اساسي جدا لازم يكون شغال قبلها بعشر دقايق ليه عشان اول حاجة ما تنشافش معنا في الفرن التاني حاجة ما تاخدش وقت طويل بتقعد في الفرن قدقى بتقعد في الفرن حوالي عشر دقايق او حداشر دقايق كل واحدة طبع الفرن بتاعها انا مش عارفها انا الفرن بتاعي بشغاله احط فيها الفطاير دي وهشغاله على درجة 180 تحت وفوق اول ما شوفها تحمرت وخلاص اطلع مش عارفة بقى ممكن تاخد معاكم كم دقيقة ما عارفش طبعا انا ده هنتهب صفار البيض مع الحليب هغطيها واسيبها لحد الفرن ما يحتر شوية او ممكن برضو تحطها فوق الفرن من فوق برضو هتبقى حلو شوية سمسم بسم الله ما شاء الله وشوية حبة البركة اللي مش حابب يحط لا سمسم ولا حبة البركة عادي بكيفه براحتكو يعني فيش مشاكل بس السمسم وحبة البركة بيدوها طعم حلو كمان بيدوها شكل جميل جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده طبعا انا النهاردة حطيت ورق زبدة اللي ما عندوش ورق زبدة بس يدهن الصينية بحطة زبدة صغير بس كده ما فيش مشاكل وكده كده مش هتلزق ان شاء الله دي اول صينية ودي تاني صينية طبعا العجلة اللي احنا عجلناها نص كيلو دقيق جاب لنا كمية محترمة جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك نفس الحركة هدهن وشها بصفار البيض مع الحليب شوية سمسم شوية حبة البركة ودي اول صينية طلعت عندي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك شوفوا الحركة دي بقى الحتة بقى اللي ما حدش هيقول لكم عليها حتة زبدة ونمشي كده على وشها كده كده زي ما انتوا شايفين طب بتعمل ايه بتديها لمعة وبتديها ريحة حلوة بتديها طعم حلوة هو المفروض يكون عندي بخاخ زبدة بس الله يا جماعة ما عنديش فما نقافش يعني لازم نمشي نفسنا بأقل القليل يعني حتة الزبدة كده ونمشي على الفطير واحدة 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 زي ما انتوا شايفين هتديها لمعة حلوة وهتخلي ريحتها جميلة وهتخلي برضو طعمها حلوة محتاجين ايه نغطيها ونحطها على جنب أساسي أساسي شوفوا بصفة خامة فخامة مهما قعدت أقول وأوصف فيها لازم تجربوها جربوها وبعدين ادعولي فيما بعد بسم الله ما شاء الله اللهم بارك آه لايك يا جماعة لايك فضلا وليس أمرا طبعا حطت الصينيات تانية في الفرن ولقيت عندي السنبوسة دي عيالي كل يوم اعملين لنا سنبوسة من دي ما انا بعمل لكم يا ولادة حسن من ايه العايزين من دي طبعا النوعية دي حلوة جدا اسمها عسكر قالت لي عليها حبيبتي امو عبدالله الشهري بقدم لها تحية جبيرة جدا جدا هتلاقوها موجودة في كل المحلات والبقالات وبندة والغنم والعثم وفي الدنيا بحالها موجودة مش عارفة تقريبا سعرها 9 ريال او 10 والله ما انا فاكرة هنسمي ونتوكل على الله طيب هناخد من الحشوة اللي حشينا بقى الفطير بس هنعمل لها اضافة جديدة هنجيب علبة من الجبنة المطبوخة اللي عندنا اللي هي شيدر زي الكرافت كده انا مش عارفة دي كرافت ولا المراعي والله ما انا فاكرة هنسمي ونتوكل على الله وبالسكينة كده ايه يعني هنديها كده تقطعات تقطعات بحس انها تنزل لنا جطع صغيرة مربعات صغيرة خالص عشان تتماشى مع حشوة الدجاج اللي احنا حشينا بها الفطير طبعا كل حاجة لازم عارفين انتم نجددها نعمل لها حاجة تانية نفرم الجبنة مع الحشوة كده زي ما انتم شايفين دي الصانية التانية ايه نفس الحركة بتاعت الزبدة برضو هنسمي ونتوكل على الله ونبدأ ندهن الفطير بتاعتنا علشان نغطيها ونسيبها لصعة الفطار نبدأ بقى نقدمها مع الفطار بصوا يا بنات الفطير دي تحفة 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 ويه سهلة كلها صدر دجاجة وطلعته اجمل فطير بس اتبعوا الخطوات بتاعت العجين عشان تزبط معاكم عشان تطلع معاكم طارية وجميلة لازم العجينة تبقى طارية هنا خلاص غطيتها بنيلون ناصق وهحطها على جنب مع اختها مع الصانية التانية لحد ما ايه هنقدمها هنا خلاص انا بقى نويت ان انا قدمها وبعدين هرجع ايه اساوي معاكم الساموسة تاني معلش هي المقاطع بتطلخبط وبرضو انا في الطبيعي ما بعملش كل حاجة الوحيدة بس انا بحاول اجمع لكم كل مقطع معا معا يعني المقطع على بعضه عرفته لكن انا في الطبيعي لا انا بعمل حاجة هنا وحاجة هنا وحاجة هنا وحاجة هنا ممكن اشتعل ثلاث شغلات في المطبخ يعني وممكن اكون مشغالة الغسالة برضو يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين هرسها في الصانية دي عشان اغطيها كويس واسيبها لساعة الفطر عشان ايه انا من الناس اللي بتحب دائما تشطى بالمطبخ وهي بتطبخ يعني الصوانيا عايز احط اخسلها عشان الدنيا ما تتكركبش عندي بالله عليكم شايفين الشكل والطعم اقدر اقول لكم انه تحفى 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 بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ينبسط الواحد برضو بميعمل حاجة وتطلع حلوة وبرضو انتم بتشجعوني والله بكمونتاتكم الجميلة بتشجعوني ربنا يسعيدكم يا رب خلاص كده غطيناها وحطيناها على جنب هنا بقى هندخل على الخلطة بتاعت السنبوسة العادية الحشوة العادية خلص السنبوسة الرقاق اهي زي ما قلت لكم النوع ده اسمه عسكر في منه بر وفي منه ابيض ده الابيض في بر هتلاقوا لونه اسويت شوية اللي هو معمول بالدي ايه الاصمر هسمي وتوكل على الله وقول لكم مميزاتها ايه مميزاتها انها سهلة جدا في اللف معلقة كده وشوية هناخد الطرف ده ومن هنا على هنا سهلة جدا جدا السنبوسة انا بشوف ناس تحط نيشة وتحط عجين وتحط دقيق والله يا جمعين هي ما يحتاجة خالص بصوا اهي ندبس دي في دي وخلاص وانتهى الحوار ما بحطش هنا حاجة ولا بدهنها حاجة خالص مش محتاجة اصلاها سهلة يعني كمان النوعية دي للناس المبتدئة واللي ما بتعرفش تلف هم عاملينها كده يعني مزبوطة اخر حتة بتجيك زي المسلس بتدخليها في السنبوسة وخلاص زي ما انتو شايفين اهي واحدة كده واحدة كده واحدة كده شفتوا اهي بس هل منها مفيش بس كده هم ولا عجين ولا دقيق ولا نيشة ولا الليلة اللي احنا بنشوفها دي خالص فيش الكلام ده بسم الله وعلى بركة الله العيال اللي بصوا ناسة فوها وعجبوا بيها جدا 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 لازم الواحد يبتكر يا جماعة بصوا ما تمشوش بالورقة والقلم ما تمشوش يعني ألفوا ألفوا من عندكم أحطوا مرة جبنة بيضة أحط جبنة فيتا أحط جبنة مزدرلة كلها تطلح حلوة دي الكمية اللي انا عملتها بما اني عاملة فطير مرضتش طبعا قطر حرام ودي غلفتها بنيلو الناصق وهرجعها التلاجة تاني اه نعملها في يوم تاني هنا بقى على مزتي احتر شوية هنعمل الجهوة مع بعض بسم الله على بركة الله لتر موية ملعكتين جهوة من جهوة أبو فهد ربع ملعجة هيل مجروش تكة من خلطة القصيم اتنين مصمار أو عوادي أو رنفل بالماصر يعني حط الليلة دي كلها على النار تغلي أو تنطبخ اتنين وعشرين دقيقة أقل شيء لازم أساسي اتنين وعشرين دقيقة نبدأ نجهز الفناجين بتاعتنا بسم الله على بركة الله طبعا هقلش سامبوسة ورها لكم مش محتاج بقى ان انا وريكم الزيت يعني سامبوسة مقلي مش عايزة ضيع وقت الفيديو ونجدم بقى الطمر بتاعنا اللي هنفكر عليه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حلوة كده مكة طريش يوم معبود كل يوم بترجع نصف العلبتين اه العلبتين ياخد واحدة بس انا افتر على تلاتة على السنة هنا حطيت ربع ملعجة هيل مجروش اسمي بقى واتوكل على الله اه رمضان جانا احبت وركل فنوس لقيته فوق الدولاب قلت تعالى تعالى ما احنا كنا شارينا كليه كان عندي من السنة اللي فاتت ماشاء الله برضو كنت جيبا من ابو خمسة بسم الله على بركة الله هنا الجهوة بتاعتي انطبخته وبسم الله ماشاء الله اللون يتحدث عن نفسه والناس الجميلة العسل والسكر اللي بتتفرج على الجهوة والناس يا لايك تديني لايك اه شجعوني يا جماعة شجعوني عشان ايه عشان يعني تشجعكم بالنسبة لي بيخليني اعمل حاجات حلو عارفين انتو انتو تقولولي كلام حلو اتشجع انا بقى اعمل حاجات حلو بسم الله ماشاء الله كده تمام التمام وبعدين جراننا جابولنا خبطوا علينا ودونا الفطاير الجميلة دي ربنا يسعدهم يا رب ويكتب اجرهم اللهم امين وها هو فطرنا بسم الله ماشاء الله اللهم بارك الشربة الجميلة البص الخطيرة جدا جدا الفطاير بصوا اللي لازموا حتما تجربوها ما تفتكوش فاخر من الاخر السنبوسة طبعا اللي انا يعني عملتها معاكم القطايف اللي جراننا ربنا يسعدهم ويكتب اجرهم يا رب جابوها لنا الليلة اللي انتو شايفينها دي طبعا الجلي مع الموز والجلي بتاع ريم السادة والجهوة كل حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اتمنى بقى الفيديو الجميل العسل دايقون عجبكم وان عجبكم ادونا كده لايك مجدعة فضلا وليس امرا والسلام عليكم ورحمة الله